لم تسلم جولة وزير التربية على مراكز الامتحانات الرسمية للشهد الثانوي بفروع الأربعة بيوم الأول من التصويب على أداء الوزارة إذا اعترضت بعض الشبين من الاتحاد الطلاب العام سيارة الوزير خلال تفقده مدرسة شاكيب إرسلين وحاولوا تحطيم زجاجة الوزير خلال جولته بأحد المراكز أوضح ما جرى يعني معلش فيه أني خمسة ستة عيطوا قالوا أنه هذا الامتحان غير عادي ربما عندهم وجهة نظر ولكن ما صارت فيه تعرض لحقت السيارة بس ما صارت شي خلافاً لهالخبرية اللي طلعت بالبلد واللي بلشت تتوزع لأنه يعني ما لا معنى أنه نكبر العملية هي ماشية ونحن هاو الشباب الرافضين مندعيهم إلى الهدوء لأنه البلد فيه من العصفورية ما يكفي لو كانوا من المرشحين كانوا داخل مراكز الامتحان ولكن يبدو أنه يعني مدفوعين خليني ما بدي سمي مأجورين ولكنهم مدفوعين وإذا الاعتراض اللي سبق نهار الجمعة اعتصام العدد من الطلاب أمام وزارة التربية اعتراضاً على السياسات السلطة السياسية تجاه التعليم الرسمي واعتقاد أنه الامتحانات غير عادلة يبدو أنه الوزارة أخذت بعين الاعتبار الظرف غير الطبيع اللي مر على الطلاب وكان هناك حرص من الوزير على الاطمئنان وأخذ رأي بالأسئلة الأمور بدأ تمشي وطلبت أنا من اللي جان لوضع الامتحانات أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حتى ما يتظلم حدا بهالامتحان دون المس بمستوى الشهادة الثانوية العامة من أحيان اللي كنتوا لحتى أنتم تشوفوا أنه نحن مش جايبين لولاد لحتى يعني نقتص منه ارتيح واضح على وجوه طلاب الاجتماع والاقتصاد اللي شبه أجمعوا خلال إجراء امتحان مادة الاجتماع وخلال البريك على سهولة الامتحان وعلى أن غالبية الأسئلة أتت من داخل المنهج سهلة معادة منيحة في بعض الأسئلة يعني متعمقة شوي بالمنهج اللي نحن ما أخذناهم يعني قطعنا عليهم بس متعمقنا فيهم الحمد لله كل شي مليح ما في صعوبة يعني إذا هو واحد دارس هيني وقع تكون أصعب دارس عن جد منيحة التقديم أنه بيستسهل الأسئلة لأنه كلها كانت مهينة وما كتير هالقاد كان في تفسير يعني أهين من هذه السنة حتى كانت الفحصات هيني نوعا ما في ناس تصعبوها بس في ناس حصوها هيني لقيت مستوى الفحصات كتير هبل يعني تقعد بعض أصعب من هيك وبحسب المعلومات هالسهولة انسحبت على المادة الأولى بكل فروع الشهادة الامتحانات مستمرة يومي الثلاثاء والخميس لأربع وأربعين ألف وثلاثمية طالب لمنتمني لهم النجاح للانتقال لمرحل جديدة بحياتهم أما بالنسبة للبروفي فلفت الحلبي خلال الجولة إلى أنه قرار سيعلن خلال الأيام القليل القادمة بهذا الشأن بعد انتهاء امتحانات الترمينال ترجمة نانسي قنقر